الشعر مريم الدالي معي أنا قالت حاتم القيزاني فاش بش يعجبني كشعر ما يعجبنيش برشا الحقيقة أنا نحب شعر يجيب معاني جديدة وهو قديم عنده برشا هذا يلي قالتو مريم الدالي تحس الكلام موج دقيق موج دقيق تحس أنك عايشت لغني التونسية كما قلنا من نواري بلان كيفاش موج دقيق معانتو كلمها واضح شعرك قديم قاتلك قديم شنو راتني نقول ما عرفش فهم كلم قديم مثلا نقول ونحن يا محبوبي ولا كلمة يا ولفي كلمات مصطلحات الصور محليك محلى وجهك كيف القمرة القمرة نكون هنقب معاش فيها حتى الكل واحد تقوله محليك محلى وجهك ينوجه بالجدري التطور كيفاش التطور على بناء الصورة على مستوى التركيبة على مستوى الأوزان الشعائية فما تطلع تحترم رأيها؟ ما نحترموش خطر رأي متاع ما تحترموش؟ أي إنسانة جاهلة بالظروف اللي نحن كتبنا فيها واللي تطورنا فيها هي تقنياً هي دي جهة ما نعرفيش في شعر غنائي فما شعر غنائي عنده تقنيات خاصة به عنده صور خاصة به عنده أسلوب خاص به يختلفها على الشعر الملقى أو المدون إذا كان هي أنا ما نعرفش اسمها لا لا تكيفاش مريم الدالي شعره مؤثرة فيديوهاتها عاملين ملايين نساب مشاهدة على فيسبوك على استقرام على اليوتيوب على تيك تاك ايش بيه؟ قلوه تك تك على روحك تك تك على روحك قلوه تك تك على روحك متأكدة لأنتي تعرف صدقني والله كأنا عرفها نقول لك لا ما عندي شي حكاية إذا عمشة لغة الإنسان إذا تعرف هاش مقصر معنا أنت شي مكش قاعدة تبع أنا عندي مكش مواكب كلمها صحيح معناها ليه طلعت نكش مواكب في الشعر ومكش مواكب في الحكتيري قل أنا ليه بروحي ليه بروحي ليه بميداني وموري معناها ميدانك يا هذا ميدانك شعره هي ليه شعر يختلف أنا طبع شعر أنا نعرف لش كون نحضر نعرف ما اسميه معينين نحضر لهم من أي مدسي ونحمد فمجنراسيون جيدة طارع أكيد تتوجه لي الدعوة نحضر بيصير من أنجح معناتها رب وفقها كما قلنا مثل هذه الأحكام بعد 700 أغنية تقول ما تطورش ما نعرفش على شنوه استندت أو ركزت بش هي تقول كلها فصل على مستوى بناء الصورة على مستوى المواضية على مستوى فينا بلأكس أكثر الإنسان جددت في المواضي مثلا إناجان من جيشكوني يقول كنتي مكتبتش حاجة في سنوات هذه اللي ضربت عند الناس اللي قاعدين مثلا الناس تردد فيها تحكي عليها حتى كان حتى كان ما تحفظش تحكي عليها بيه قبل ما نقول لها أنتي قداش من القصيدة يحفظوالك لعبيت أنا عندي مئات القصيد والأغاني جيت عبر قنوات اللغنائية وتعرفت في تونس وخارج تونس معناها على قل احترم حتى وجزيني بتجربته ثم كي جي تحكم أحكم فصل قول مثلا فاش ما تطورش فاش ما كذا في طرح المواضيع في بناء الصورة في الموازين المستعملة هذا من ناحية ناحية ثانية فما سبريه عقلية وقيم فنية تبدلت طو صرتوه في العشرة سنين الأخرانين انتي ترى فيه الشاب لي عمره عشرة سنين طو عشرين سنين طو عشان يحواله تبدلت برجح حاجات على مستوى فني على مستوى كذا ظهور الراب وجود الراب هو كنمط لم يكن يقولك ريسبيكتي ولا غيره وهم موجود بالقوة ومعناها نمط عالمي يمكن ذلك نزيد شوية خذاش شباب منتعنا أكثر للسهل الممتنع أو السهل الممكن الممكن ما نقولو السهل الممكن السهل الممكن هذا هو وفي الأخر دي جاء على ذكر الراب اليوم 90% من الإنتاج الراب خلينا نقولو وحتى الفنانين الواتريين برشة منهم ولا يكتبوا وحدهم كيفاش تراها الظاهرة هذية هي ظاهرة ما نقولو ما يش ظاهرة معناها تهدد لغنية الواترية لكن لغنية الواترية ظاهرة الفنانين اللي يكتبوا وحدهم اللي يكتبوا وحدهم ما قولو أنا نمر بالاختصاص أنا في بارك وقتها عديت قبل في نجوم الغد عديت بالغناء أنا جابي تقتاري متاعي ما كتب عليها مطرب قطر الشاعر ما عندوش وظيفة واضحة على مستوى إداري أي لكن اليوم نحكيك كشاعر وذي مهنتك أنت يقلقك هذا يقطع لك خوبستك يمكن على مستوى الوحدي أما شو ما ما نجم حتى حد يقطعك مستوى الوحدي أنا شو نقول أنا غير أكثرها الغيرة الغيرة على كميدان معناها لغنية الواترية اللي عنا برشة صوت تحفونا يمكن اليوم معناها الفنانين الواترين معاتش تقنعوهم انتم الشعاراء الموجودين حاليا ولا ويكتبوا وحدهم لا يظلوا يوم معاش يطفو آه أي يدخل ليده مكتوب ويحلها يحلها معاش تخر معناه اليوم فنان تونسي متقشف ما يحبش يطفو على الشاعر ويحبش خلص الشاعر ما خلص الشاعر على شيء يقول لك خطر التلفزيات والقنوات خاصتان الخاصة معناه الإذعية والمحطات التلفزية شيء يقول لك يكون ألا باش ألا باش كيفيش مثلا لغنية أنا برشة مثلا هوا غاني في اليجينيري بتاع مسلسلات وتت مسلسلات لزوز في آخر لحظة نكتب ونحضر الدنيا ونعمل كونترا ونبعد في آخر المنتج يظهر له شيء يعمل غنية راب صارت لي في أولاد مفيدة أولاد مفيدة مثلا صارت لي في الياجنة أوكاتري هذا هو أنا نقول أنا أنا نتفهم هذا نقول لش نولي ذارب ذارب الراب يهم المحطة هي تجارية أساسا ونحقها سليجيتية نقول يمكن يقول أقرب الرابط أساسا ليس موضوعين راب موضوع فنانين لي يكتبوا أحدهم مثلا نور شيبة خرج ديوان في الشارع الغنائي يحاير روح قريتو لا قريتوش ما زاد ما قابلش نور هو أستدعاني وانا وتتني وقت في قليبي يظهر أما كلمت واتبعه واتصلنا بعضنا وكل عليش ممشيت موقف منك لا أبدا نور قوي وقاعدنا يعني مربي معنا قاعدنا متحيرين عليه لكن ما تتش الفرصة وديجاه فيه وقتل يعطيك الصحة وكل وما عارش كمش يحذر المهم عطيني أنا كانوا احتفاءا بخروج نور بالسجل النور بعمر للدعاء كانوا يكتب اللون أنا ديجاه عاملوا ستة ولا سبعة غالي إذا كان قبل روا كتب الروح ووحده يمكن عنده مجمعة تفكار أو نعتبرها أنا انسيه بحر للأحسيس في فترة متعذيق فقط معناه معناه أنا قلت هو مدعاش هو بده مدعاش كونه شاعر قلتك جوان في الشهر الغنائي أنا كبيرة شوية عليها ليه مش حكيت كبيرة مو حكيت اقتصاص هو بده مدعاش كونه شاعر أنا نعتبرها كما قلنا نعتبرها خواطر أما صادقة كواء خان ناخذ خواطر مثلا قصيدة يا بياع الكوكايين يا بياع الكوكايين هالكذب جابوه منين يا رب العالمين لجهنة مراهم ماشين يالي بكيتوا العينين أمي مريضة وبابا حزين يا محكمة الفيسبوك هاني في الحبس زجين شنا رأيك مو الشاعر هو كما قلت كنسية بحر لحاسيس بطريقته خاصة بإمكانيات حتى بإلقائي اينا باقي ما عجبك عجبني لقاها كنتي بقائيش سوف تعطيني عدد على عشرة في فقرة عدد على عشرة كل مرةloop مرحلةいき فنان هو اللي يكتب كلمات الأغنيا به هو اللي يثكلك الخبزة نبدأ اشتركوا في القناة 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 طويل، ذهب إيمان الشريف على راسي ريشة نعم كلمتها وألحانها على راسي ريشة أعطيني الكلمات على عشرة كلمتها بسيطة بسيطة كتابتها بسيطة كلمتها بميساج تحب توصله الكتابة يعني بسيطة الكتابة نعم بسكي مانس حيبتي نعطيها هذم لا خاطر عندك خدمة معها نعم طيب لي شي ما فاهم الظروف يكتبتها فيها على أقل نقلي الجانب الشعري اللي يسمع مهموش في الظروف نعرف نعرف وفي صحبتكم أعطيني رقم صحيح معنا كغنية كبنية ككلمات وكل نحضر سبعة بي سبعة بي سبعة بي سبعة بي محمد تسعة 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 محمد عنده تجارة في الكتابة مقبلة لحطه مازال زوية تمكن من التقنيات النجمة نقوله إلى حد كبير من نجاح في العكادي يعني هو من أفضل فنانين اللي وفقوا ما بين الكتابة عندك هو عندك شو كربو زيين كيف كيف زي عم تجربة حلوة معنا شكونا نذكري فهم لي منه محمد عنده برشة تجيبه غانية مثلاً راي غن أديوه ونجاة عطايا كاتبوه ونحنوه سيلم هاف متفرج محمد عندك محمد أول مرة أسمحها صداق على عشرة ياخد تسعة تسعة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة